أحسن الله عليكم هذه السائلة من واجي الدواسر تقول حالتي وأنا أصلي دائم أقطع صلاتي مثلا أرى ابني يسقط أو يعمل شيء خطر أو أتذكر أني لم أتوضأ ما الحكم وأرجو توجيهكم يرعاكم الله والدعاء لي إن كانت دائما فهي موسوسة والموسوس عليه أن يجاهد نفسه وأن لا يطيع الشيطان يعني الشيطان يأتي للموسوسة يقول ما عقدت النية ما كبرت سين ما سويت سين ويتركه يكبر عشر مرات أو هكذا فهذا يجب عليه أن يجاهد الشيطان وأن لا يثق فيه ويعلم أن الشيطان شغله ما هو والشغله بليس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هو جالس في صدره في وسوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن عدم مجرى الدم الدم ولهذا يا أخي إذا عرفت أنه الشيطان فلا تعطيه أي اهتمام ولا تصدقه هو كذاب لا تصدقه هذا الأمر الأول الأمر الثاني يا إخواني الوسواس مرض علينا أن نعالجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة لا تداوى ولا تداوى بحرام بعض البنات الآن عندما نقولها عالجي عند الطبيب النفسي لا أنا ما ليمهابونها أنا ما فيني شيء طيب هو اللي ما يروح الطبيب النفسي للمهابيل يعني هل الطبيب النفسي لا متخصص بالمجال الطبيب النفسي يعالج العقلاء الآن العقلاء كبار العقلاء يزورون الطبيب النفسي يعالجون نفسياتهم أكيد لأن الإنسان إذا عالج نفسياته استهدى أباله وارتاعه فالجزء من الطب الآن النافع الكبير الذي يحتاج إليه كل أحد هو الطب النفسي ولهذا تهوين الطب النفسي لا يجوز ما نراه ونسمعه الآن من بعض الناس هذا خطأ وأنا أظن بعضهم أيضا يأخذه من بعض الرقات أظن الرقات يقول الطب النفسي ما عندهم خبر ما بلعطيكم حبوب تنوم هذا ما يجوز يا إخواني لا يجوز للراقي أن يستهين بالطب النفسي ولا يجوز للطبيب النفسي أن يستهين بالراقي كل منهم يؤدي دور وكل منهم على ثغر نعم أحسن الله عليكم وعلي الشيخ عبد الله